ومقصد خلق هذا الإنسان بين في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالسعيد من أطاع الله والشقي من عصى الله فأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين فإنه ولي ذلك والقادر عليه آمين وهذا الوقت عبوديته لله عز وجل هو الذهاب إلى بيت الله الحرام للقادر على ذلك فإن الله سبحانه وبحمده أمر خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتبع التسليم فقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الآية وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ولعلك تلاحظ أن في هذه الرواية أتى صوم رمضان في آخر الحديث أيها المبارك إن نبينا إن خليل ربنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ثابت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أيها الناس هذا بيان نبوي فهل لك أيها الحبيب أن تسمع البيان النبوي هل لك يا أختاه أن تسمع البيان النبوي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل وهو الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة وبعد الثالثة وإذا بإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يجيب قائلا لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم كثرة سؤالهم يعني هل أنا في الجنة أم في النار هل هذا أبي أم ليس أبي أسئلة لم يسأل فيها السلف الصالح ونحن يساعنا ما وسع السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه أما السؤال في أمر العقيدة في أمر الطهارة الصلاة الصوم الزكاة العمر الحج البيوع الجنايات الشفعة الربا هذه أسئلة نافعة مفيدة أي نعم فهلك من كان قبلكم بماذا بكثرة سؤالهم أي فيما لا ينفع واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتم منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فجتنبوه نعم كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أي العمل أفضل هذا سؤال موجه لسيد المفتين من سيد المفتين وإمام النبيين إنه محمد صلى الله عليه وسلم عليه السؤال أي العمل أفضل فأجاب عليه الصلاة والسلام قال إيمان بالله ورسوله فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا والإيمان قول وعمل ونية واعتقاد وسنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا معتقدنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم سؤال أي العمل أفضل فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قلت إن كان جهاد دفع أو جهاد طلب إن كان فرض عين أو فرض كفاية نعم